بتفتحي ألف مبروك أداء رائع الحقيقة من المنتخب الوطني الأولمبي وما فيش أحلى من كده الحقيقة طبعا الفوز ما فيش أحسن منه الفوز كفوز والحمد لله بالعلامة الكاملة قدرنا أن احنا نوصل في ثلاث مباريات وصلت للمرحلة النائية أهم أهم مباراة في البطولة كلها هي المباراة القادمة لمنتخب بصر لأن هي دي المباراة اللي حتوصلك لتوكيو أو المباراة اللي تخديك تروح المرحلة فوزك يوصلك لتوكيو مباشرة بغض النظر عن البطولة وأنا دايما أقول عشان الناس بطولون البطولة البطولة هي مفيش بيه حاجة اسمها بطولة دي مش بطولة دي مجموعة تصفيات عشان يطلعوا منهم ثلاث فرق يوصلوا لأولمبياد توكيو 2020 إذن بالشكل ده إحنا عاوزين المباراة القادمة الفرقة دي عايزة تتلم تاني وتتزبط ونشوف إيه إصاباتنا إيه الحمد لله إنظارات مفيش فيه إنظارات لكن مش إنظارات مؤسرة يعني فيش لعيب عنده إنظارية نحيقف فيهم أو إصابة ممكن تمنع لعب إذن عندك كل القوة الضربة موجودة أمام كابتشاوي تانيها له للجهاز الفني للجهاز الإداري للجمهور العظيم اللي ملأ استاذ القاهرة حاجة تفرح فرحتنا وفكرتنا بأيام زمان لما الجمهور بيتملي بالأسلوب الحضار اللي كانوا بيشجعوا به كان له دور كبير قوي في فوز مصر النهاردة ودي علامة فارقة في الكرة المصرية وجود الجمهور الحضارات هو أكسوجين الحياة أو أكسوجين لعب كرة القدم أو المتنافس الوحيد له أو القوة الضربة له إنه هو يكون فيه جمهور يمكن ده تكون بادرة خير إن شاء الله الدور يرجع بهذا الجمهور المحترم اللي إحنا شفناه ومشفتناش منه أي حاجة سلبية غير كله كان إيجابي وصعد منتخب مصر يعني أقول منتخب مصر صعد بالعيب جو صعد مصر بفرقته بجهاز الفني والإداري قبل كله باللعب كل ده الجمهور كان له دور كبير قوي في هذا المصر